أهلا بكم حث الباب فرنسيس خلال قداس عيد الفصح المجيد على ضمان حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة في القدس لافتا إلى أن الصدمات خلفت عشرات الجرحة في الأيام الأخيرة في باحة المسجد الأقصى وتمنى البابا أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون تجربة السلام والدخول بحرية للأماكن المقدسة في ظل احترام متبادل لحقوق كل منهم وقال البابا أتمنى أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون وجميع سكان المدينة المقدسة تجربة جمال السلام والعيش معا في أخوة وأضاف أمام حوالي خمسين ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس نطلب السلام من أجل القدس ولمن يحبونها من مسيحيين ومسلمين ويهود كما صلى البابا من أجل السلام في الشرق الأوسط الذي مزقته سنوات من الانقسام والصرع اشتركوا في القناة